أفاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة في مدينة ماجعو بجنوب تيغراي أن الجوع الشديد أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة دستا قيدي وهو أب لطفلين هو أحد سكان المدينة ويقول أنه يعاني من أمراض مزمنة مرضى منذ عشر سنوات والجوع الآن أدى إلى تفاقم حالته المعيشية بالإضافة إلى مرضه إن دفخت ساغاي بطني أيضا وعاني من الجوع ولا أستطيع تناول الأقراص لغت مضى ما يقارب من شهرين منذ أن فقدت مكان طفلي وتقول أدانت أبرها وهي مسنة أخرى أن ابنتها تركتها وحيدة بحثا عن عمل وتقول أنها تعاني من الجوع بالإضافة إلى مرضها أنا أظل على معيدة فارغة طوال النهار والليل إنه يضعفني للغاية لم نأكل أي شيء ونحن نعاني بسبب الجوع باستمرار كما ذكر سكان آخرون أن الجوع عد إلى تفاقم الظروف المعيشية لسكان المدينة وخاصة أولئك الذين يعانون من وضع اقتصادي متدني لا توجد مساعدات كان البعض أفضل حالا ويساعد المحتاجين لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل الآن كبار السن والمرضى يطالبون بالمساعدات المنقذة للحياة من الجهات الحكومية والوكالات الإنسانية الدولية كنموت كنحاجي لنفطر لنا قنات بطيما يقجر أي جغت لني كبشر نحن جميعا فانون لكن الموت بسبب الجوع هو الأسأل على الإطلاق كنا ننتظر المساعدات في ديسمبر ونحن في ديسمبر الآن ولكن لا يوجد شيء وبحسب تقييم أولي صدر عن مكتب الخدمة والمشاركة المجتمعية في المدينة فقد توفى عشر من سكانها بسبب الجوع حتى الآن في حين لا يزال كثيرون يعانون في انتظار وفاتهم وقد توفى حتى الآن عشرة أشخاص بسبب الجوع وهاجرت 198 أسرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر